قال وزير التخطيط والتعاون الدولية دكتور وعد باذيب إن اليمن يقف على اعتاب مرحلة خطيرة جدا بعد عشر سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية على الشرعية والدولة وإطالتها أمد الحرب التي دمرت البنية التحتية والإنسان جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقها في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد حاليا في مبنى هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال فترة من الثامن حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري وأشار الوزير باذيب لأن الميليشيا بإطالتها أمد الصراع قضت على تطلعات دولة تنشد السلام والتنمية وعلى أحلام شعب كريم يتوق إلى التنمية والحرية ودولة النظام والقانون ويتطلع إلى مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والازدهار والسلام ويسلم في حفظ الأمن والسلم الدوليين وأضف على الرغم من بعض التفاهمات في الملف الإنساني والمختطفين ما تزال أوضاع هشة تراوحه بين الحرب والسلام وتجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية نحو الشن حرب على الاقتصاد الوطني من خلال ضرب موانئ تصدير النفط بطيرانه المسير ما حرم البلد من الاستثمار هذا المورد الحيوي في تنمية الإنسان وتحسين معيشته بل تجاوز كل المواثيق والعراف والقوانين الدولية وها هو اليوم يهدد حركة السفن والتجارة الدولية في البحر الأحمر وكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة في التجارة والاستثمار ولفت وزير التخطيط إلى أن التقرير الطوعي الأول الذي قدمته بلادنا هذا العام عن أهداف التنمية المستدامة والذي تم إعداده بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة عكس التزام اليمن بالمضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحدا خلف الراكب رغم الصعاب وتطرق الوزير باديب إلى مضمون التقرير الذي أظهر بجلاح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الاجتماعية الكارثية التي خلفتها حرب الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها وجرائمها وأعاقت وزالت تعيق التقدم في تحقق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكد أن الحكومة تولي موضوع السلام الشامل والمستدام جل اهتمامها وتدعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية على النحو الذي يضح حدا للحرب والصراع وتستعيد الدولة كينونتها ومؤسساتها وتساهم مع المجتمع الدولي في تأمين حركة الملاحة الدولية والسلام العالمي والازدهار الاقتصادي مشددا على أهمية أن تعطي قمة المستقبل الأولوية للتنفيذ الكامل لخطة عام 2030 من خلال ترجمة الالتزامات المتفق عليها خلال الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 لإجراءات ملموسة تدعم البلدان النامية بشكل كامل في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اشتركوا في القناة